اه طبعا طيب احنا بنتكلم على ملف تطوير التحكيم في مصر كان في تصريح لسيد احمد دياب رئيس ربطة الاندية قال ان هو في معايير المعايير ديان بناء عليه حيتم اختيار او انتقاء الخبير الاجنابي اللي هيجي علشان يرتقي بيئة التحكيم وقال بعض من المعايير كده ان هو رقم واحد ان هو يكون متفرخ عشان ما ننكررش نفس غلطة كلاتنبرج رقم اتنين يكون عنده رولنج موديل عنده نموذج عمل حاجة وعايزين ننقل التجربة دول دو من اهم المعايير شايفين الموضوع هيمشي ازاي طيب في البداية طبعا يعني كلاتنبرج كان مرحلة لها ظروفها لها ملابساتها اول مرة في تاريخ التحكيم المصري والكرة المصرية يجي خبير اجنبي هو اللي يتولى ملف ادارة التحكيم المصري الناس كلها كانت بتنظر لهذا الملف نظرة انه يا ترى الخبير الاجنبي ده الناس هتتقبل التعامل معاه ازاي على اطار اسرة التحكيم نفسها هل هيكون فيه تعاون معاه ولا هيكون فيه مش هنقول مؤامرات بس يعني عدم تعاون معاه التجربة بالتأكيد كان لها ايجابيات اهم الايجابيات انه الناس دايما بتتقبل اي كلام من العنصر الاجنبي نشوف في مباراة القمة الحكم الاجنبي اللاعبين والاجهزة الفنية بيكونوا في قمة المثالية في التعامل مع الحكم الاجنبي محدش بيعترض محدش بيخرج عن النص الكلام ده كله لكن لها سلبيات كتير جدا زي اولها انه هو فعلا ما كانش متفرغ اتحاد الكرة كان لازم ياخد باله من النقطة دي من البداية لانه العقد بتاعه كان فيه من ضمن البنود انه هو في فترة كأس العالم هيكون متواجد في احدى القنوات خارجيا لتحليل المباريات هو عنده تجربة مستمرة مازالت مستمرة في اليونان فبالتالي ما فيش تفرغ فيه فذا اعتقد كان متفق عليه وانت بتحكي على التجربة بتاعة كلاتنبرج تحديدا مش التجربة كاستقدام خبير اجنبي صح كده انت بتكلم على مسالب او مساوي كلاتنبرج في مصر احنا احنا قلنا الايجابيات شوية في الاول اللي هو انه حد اجنبي ييجي بفكر جديد بفكر متغير عن اللي موجود في مصر ولكن السلبيات اللي حصلت خلال الفترة الاخيرة كانت اكتر من الايجابيات يعني عنوان عريض ايه هو التطوير اللي كان جاي بي كلاتنبرج ما هو ده موضوع مهم جدا انا لما اجيب خبير اجنبي لازم اطلع في مؤتمر صحفي زي ما حصل في المؤتمر الصحفي اللي يجي في كلاتنبرج واتحاد الكرة قدمه لكن ما قلناش ايه هو التطوير اللي جاي يعمله لازم يكون في نقط عريضة واخطوط عريضة نعرف بها ايه هو التطوير اللي هيحصل دي مشكلة مين بقى اللي ما يكونش فيه رؤية دي مشكلة الراجل اللي جاي ولا مشكلة الناس اللي تعاقدوا معاه وقالوا يعني اذا سمحت احنا بنتعاقد معاك علشان تطبق واحد اتنين ثلاثة within a time line في خلال وقت محدد بانتهاء المدة ديا لازم المخرجات بتاعة البروجيكت بتاعة المشروع بتاعة تكون واحدتين دي غلطة مين اتحاد الكرة لما بيجيب خبير اجنبي او مدير فني لازم يبقى عنده اهداف عايز يحققها انا بقول للراجل اللي انا جايبه شايف ان هو ده اللي هيحقق لي اهدافي انا عايز الاهداف واحد اتنين ثلاثة سواء خطة قصيرة الامد او خطة بعيدة المدى على مدار السنوات ده ما حصلش ما اسمعناش اي حاجة كان على طول الخط شكاوى انه ما فيش انه هو مش متواجد انه هو مش متابع الحكام انه هو مش متابع التطوير اللي بيحصل ايا كان ايه هو كل دي كانت مشاكل كبيرة جدا بتحصل